مجال العملات الرغمية لا زال جديد نفسي إذا تذكرون الانترنت ما أخذ له لي حين أكثر من 15 سنة الغيمة السوقية لهذه العملات كلها 2 ترليون في الوقت الحالي وهذه قيمة السوقية شركة فقط واحدة في أمريكا المجال ذي كبير كلش وتوف في البدايات فأنت ما طاف عليك شيء فلا تحاطي من هذه الناحية حين أنت اللي تقدر تسويه هو ثلاثة أشيارة يسي ودائما أنصح فيها أول شيء أنك تثقف نفسك كثر ما تقدر لا تدخل في أي شيء بالمشاعر لا تروح تسوي ماينينك تشتري تريدينك بالمشاعر فقط أو أنا صديق أقولك أو أحق أقولك بالعكس أنت عندك وقت لي حين ما طافك شيء هذه دورات تصير سعر يروح ويرتفع وينزل حتى في الأسهم حتى في السندات في أي شيء ثاني نمبر تو والشيء الرئيسي أن أنت تكون مقتنع على الأغل في الشيء اللي أنت داخل فيه إذا أنت شكيت وأنا أنصحك أنك تشك دائما وتسأل دائما أنك تبحث أكثر قبل الله لا تحط فلوسك لأن هذه أنت فلوسك تعبان عليها فكوششن إفريثين نص ما يقولون لا تدخل إذا أنت من قتنعت لا تدخل نهائيا انتظر عندك وقت لاحي المجال لاحي مفتوح وكل يوم كل يوم يتطور بشكل سريع كلش وثالثا وفي النهاية الموضوع راح يعتمد عليك أنت شلون يعني عليك أنت كل واحد للموضوع ماله يختلف إذا أنت تبي تصور مضارب على حسب عمرك غير لا تسمع كلامي أنا فقط لا تسمع كلام محلل لا تسمع كلام واحد ثاني أنت عندك مسؤوليات أنت عمرك يختلف أنت عندك أشياء أخرى كلش يمكن أنت تحب أنفتيز يمكن أنت تحب التعدين يمكن أن تحب مضاربة استثمار كل شي فيه خير وكل شي بعد فيه بعض الرسك أو المشاكل اللي تصير فرح يعتمد عليك أنت في النهاية إذا تحط هذه كل شي في رأسك إن شاء الله بتوصل إلى الغاية اللي أنت تبغيها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر